كويس جدا طيب عشان بتقولي انه يا رب اكون عملته صح في شخصية خديجة واللي ما شاء الله يعني الحكاية دي من مسلسل اللي انا علمت مع الناس جدا ونس ببسطت بيك جدا انت وضح انت درست الموضوع كويس زائد انك قعدت مع الحالة ايوه او كذا حالة حالتين اعطت حالتين اه ففهمتي الموضوع وايه التحديات اللي بيقابلوها وكده فدي هزء من المذاكرة طيب هنا في الموضوع اللي انت اتكلمت عليه المرض اللي هو بتاع الاعصاب ده هل اعطت تقري عنه وتكلمي ده كاترة وتفهمي ايه اللي بيحصل واللي عنده المرض ده بيحصل ايه وبيتصرف ازاي اه طبعا اعطت اعمل ريسيرتش كويس جدا الاول اعرف ايه هو المرض ده اه بيجي منين اصلا اه اعطت تفرج على فيديوهات كتير للناس اللي عندهم تراتس اه اصلا على تيك توك فيه نجوم تيك توك عندهم تراتس اه ملاقيتش افلام كتير بتناقش القصة دي خالص فده كان صعب شوية بس لقيت بنت جميلة جدا جدا هي كتعمل فيديو على الانستجرام اه بتتكلم فيه عن تحدياتها مع المرض ده فكلمتها وقابلتها ونزلنا خرجنا مرة سوا وعندنا نتكلم وجات معايا اول يوم تصوير وقعدت تساعدني بس فدايما بحس ان الناس اللي بيكون الناس الحقيقية هيعرفوا يخلوني ازاي اوصل لحقيقتهم لكن لو مجرد ان انا عطت تفرج على فيديوهات او كده مش شرط ده يوصلني للنتيجة الصحة او ان انا اوصل لحاجة صحة بس لما بعود مع الناس فعلا بعرف حاجات اكتر بكتير عن الريسيرتش اللي انا ممكن اعود يعني اسابيع اعمله صحة لما تقري غير لما حد يحكي لك تفاصيل حياته وتشوفيه بيتصرف ازاي واللي انت بتعمليه ده كله هو الاجتهاد اللي كنت بتكلم عنه في الاول لانه الانسان لما بيجتهد دايما ربنا بيكرمه في اللي هو بيعمله ما شاء الله والهديتين بتوع ربنا احنا قلنا دول بتوع ربنا القبول والموهبة ودول موجودين شك خد منك شغل كتير انك تحضلي الدور ده اكتر من لما حضرت الخديجة لا الاتنين كانوا تقريبا نفس الوقت بس او ده حين انت بقيت بتحب الموضوع ده ان بقى فيه تحدي في الشخصية اللي بتعمليه او انا بحب كده جدا انا بحب التحدي وبيخليني ان انا اشتغل اكتر بس انا بعد خديجة تعبت قوي يعني دي حاجة اول مرة اقولها ومحدش يعرفها انا قعدت اربع شهور مش ميان انا كنت بجد خديجة يعني مش عارفة اعيش حياتي الطبعية الشخصية فضلت مسايدرة عليك الشخصية فضلت معايا كنت مسافرة تركية فضلت معايا رجعت فضلت معايا مش انا يعني حسيت مش انا لحد ما فضلت ارجعت قابل صحابي تاني واقعد مع اهلي وسافر يعني كل السفرة اللي انا كنت اعمله الفترة اللي فاتت دي كان عشان يطلعني من الحالة اللي انا كنت فيها لان انا كنت بجد جوا الشخصية اول طب يعني معاشك الشخصية فضلت مسكة فيك في ايه يعني كنت حاسة أن أنت مش إنت إزاي لأني أعدت فترة ما بعملش الحاجات اللي أنا بعملها أعدت فترة ما بكلمش صحابي أعدت فترة ما بتعاملش مع أهلي قوي أعدت فترة ما ببصش في عين حد بجد أعدت فترة بقول للناس يقولولي يا خديجة حياتي الحقيقية لأن أنا كنت عايزة أن أنا أوصل بالشخصية بجد يعني كنت عايزة الناس تعرف إيه لتوحد بجد ويحبوا خديجة وكده فكنت مضطرة أن أنا أفضل خديجة أن أنا معين حاجة تانية خالص ده طول فترة التصوير ده الحمد لله أنهما كانوا عشر حلقات لو تلاتين بقى كنت تعملي إيه لأ كنت صعب طيب بس يعني بحكم اللي قريته شوية في الموضوع ده من نجوم فطاحل في مصر وخارج مصر كمان أنه أعتقد فيه استراتيجية بتتعمل للديتوكسينج أنك إزاي تطلعي بيقولوا عليك كده بس ميش ديتوكس يعني وإزاي تبدأي تعملي حاجات ميديتيشن بقى ويوجب عشان تبدأي تأزلي نفسك من الشخصية اللي كنت بتعمليها صح ده صح لأن ده بيبقى فيه ناس كتير بتصليط عليهم الشخصية لفترة طويلة فعلا وخصوصا بتعملي شخصية يعني فيها مجموعة من التحديات طيب الشخصية بتعمليها دلوقتي لا لايت كوميدي نايس جدا ما فيش أي مشكلة الحمد لله طيب مش هتقلقي منها طيب بس هل شخصية خديجة لما عملتيها وما تبعاها بقى بأنك في ضلتي الفترة الشخصية مسيطرة عليكي ممكن يقليك أنك تخشي في تحدي زي ده تاني؟ لا ما بستسلمش ده من صفات برجك بجد أحبت برجك